الارتفاع بيتغير ونصف القطر بيتغير ساوية ميل المماس طالما إنها مش معرفة معناتها ما بتقدر تعتبرها صورة دائما فقط يا أول يا ثاني فيش ثالث ورابع آه والله نعم فيه هاي الإكس وهذا ثالث إنت الواي متغير هذا ممكن يجي سؤال حل 18 على ما إحنا الحصة الأولى كان عنا ثلاث أسئلة فسهل إنك ترجحها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يعطيكم ألف ألف عافية وبداية اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي افتع عليكم فتوح العارفين اليوم إن شاء الله مكملين معكم في اخترانات المثلثية وتكاملها وقواعدها أخذنا إحنا الجزء الأول يارب تكون درسته تمكنت منه قبل إنك تبدأ في الجزء الثاني لأن كثير شغلات موجودة في الجزء الثاني تعتمد على الجزء الأول وإذا ما درسته وحليت الأسئلة وتمكنت منها لا تبدأ في الجزء من الثاني نهاية الأولان ومورك تمام بلش على بركة الله رح نأخذ الجزء الثاني ورح يكون عندك واجب في نهاية الحصة هاي إن شاء الله له تدريب رقم اثنين في نهاية الدوسية خلينا نشوف إحنا نذكر أخذنا ست قواعد في الاقترانات المثلثية شفنا إنه والله ممكن تيجي مباشر ممكن نحتاج التجهيز شفنا التجهيز قد يكون عن طريق النسبة المثلثية عن طريق المتطابقات شفنا برضو إنه ممكن يدخل فيها الضرب إنك تخلص منه المقامات هذا كله شفناه اليوم في عنا التجهيز بالضرب المرافق ومجموعة من الأسئلة المنوعة خلينا ننتبه مع بعض إحنا في الحصة الماضية كان يكون عندي في المقام المثلثي في المقام تابعه لما يكون في مقامات مثلثي واحد حد واحد فكنا نخلص منه عن طريق النسب أحيانا بيجينا أكثر من حد زي على سبيل المثال الأسئلة اللي هون طلع واحد ناقص كوساين واحد ناقص ساين هدول كيف دنا نجي نتعامل معهم إذا بيكون في أكثر من حد في عنا فكرة اللي هي التجهيز بالضرب المرافق إذا كان عندي في المقام واحد زائد أو ناقص ساين واحد زائد أو ناقص كوساين السي كانت زائد أو ناقص واحد الكوسي كانت زائد أو ناقص واحد جذر الاثنين كسين الاكس زائد أو ناقص واحد واحد زائد أو ناقص جذر الصين جذر الاثنين صين والكسين زائد أو ناقص صين هذول الحالات السبعة ممكن إنك تحتاج إنك تضرب في المرافق إذن هم يكم حالة؟ سبع حالات ضرب المرافق عندك كام سبع حالات قد تحتاج إنك تستخدمهم قد أنا برجع بركز على إنه قد في أسئلة ممكن ما نحتاجها ممكن نلجأ للتحليل حسب السؤال بس عادة إذا أجاك عدد على واحدة من هدول أنت بدك تعرف أنه هون أنا بدي ضرب بالمرافق بدي ضرب بالمرافق ليش المرافق؟ أنا الهدف في الضرب بالمرافق في المتطابقات الوصول إلى متطابقة مشهورة إذن أنا عشان أضرب بالمرافق لازم أوصل لمتطابقة من؟ مشهورة هاي المتطابقة مجرد ما وصلت لها لازم تستخدمها بتحول لك الحدين إلى حد واحد بعدين بلجأ للنسب بعديها رح ألجأ لمين للنسب برجع بذكر الحالات ليس صعبة هلأ لازم تحفظها بنفس الترتيب عشان الإشارات الحالات ليس صعبة هي الواحد مع الساين مع الكوساين مع السيكنت ومع الكوسيكنت الآن واحد مع جذر الاثنين ساين وجذر الاثنين كوساين والكوساين مع الساين بس بهمك تحفظ الترتيب مين ناقص مين لأنه أنت لما تنعكس برضو بضرب بالمرافق بس رح تختلف الإشارة رح تعكس مين الإشارة المرافق لكل مقدار من هدول هو نفسه بس عكس الإشارة يعني لما يكون زائد بدأت تحط ناقص لما يكون ناقص بدأت تحط زائد أي واحد منهم المرافق نفس المقدار عكس الإشارة لأن ناتج الضرب بالمرافق دائما وأبدا لأنه أصل فرق بمربعين دائما وأبدا الحد الأول تربيع ناقص الحد الثاني تربيع يعني هاي بدأت ضربها بمرافقها بحكي واحد تربيع واحد دائما ناقص الحد الثاني تربيع الساين بتصير ساين تربيع الإكس فدائما الأول تربيع ناقص الثاني إيش تربيع الآن بغض النظر شو الزاوية بتحافظ على نفس الزاوية في الضرب المرافق بتحط لما تطلع معاك تستخدم نفس الزاوية يعني كانت X X معناته هون X إذا كانت 2X معناته هون 2X معناته هون 2X عادي بس لما توجد ناتج الضرب دايما راح توصل لواحد من المتطابقات المشهورة هاي نفس هالمتطابقات اللي كانت معانا في الحصة الماضية راح يطلب معك واحد ناقص ساين تربيع الواحد ناقص ساين تربيع هو المتطابقة الأساسية هي كوساين تربيع إحنا صح حفظينها ساين تربيع الـ X زائد كوساين تربيع الـ X شو بدها تساوي؟ واحد فلما تيجي هاي بالطرف الثاني بتصير واحد ناقص ساين تربيع هي كوساين تربيع نفس الإشي هاي واحد ناقص كوساين تربيع هي بشيلها وبحط ساين تربيع السيكن تربيع ناقص واحد بتصير تان تربيع الكوسيكن تربيع ناقص واحد هي الكوتان تربيع الآن 2 هون طبعاً بدك تنتبه إنها نفس الزاوية هسا هون بتصير ضعف الزاوية 2 كسين تربيع الـ x ناقص 1 هي كسين الـ 2x 1 ناقص 2 سين تربيع الـ x هي كسين الـ 2x وهاي اللي هي كسين الـ 2x فهدول الثلاث لازم تنتبه إنها ضعف مين الزاوية هسا لو أجت هاي بالعكس معكوسة هل رح أبطل أضرب بالمرافق؟ لا رح تضرب بالمرافق بس هاي بتطلع معكوسة وإذا طلعت هاي معكوسة لما تستخدم هاي المتطابقة يعني على سمثال أنا والله أجاني ساين الـ x ناقص 1 المرافق لإلو رح يكون ساين الـ x زائد 1 ناتج الضرب الحد الأول تربيع دائماً ناقص الحد الثاني تربيع فلاحظ إنه هاي تطلع عكس هاي فأنا بشيلها وبحط مكانها سالب لنما تكون معكوسة بتحط محها سالب كوساين تربيع فهذا اللي بدك تنتبه له عشان هيك الترتيب مهم تشوف مين ناقص مين عشان نيجي نطبق عليه للأمانة هو في الكتاب حطط لك على هاي وحطط لك على هاي لكن ممكن يجي شغلات أخرى تعالي نشوف أسئلة كيف بدنا نتعامل معها وخلينا نكمل في المثال اللي كنا نبلشين في الحصة الماضية اللي بيحكي لك جد قيمة كل من ما يل تعالي عشان نيجي نشتغل عليها الآن هذا السؤال سؤال رقم 12 كيف بدي أجي أشتغل عليه لاحظ انه أنا عندي حدين في المقام والواحد ناقص كوساين هي من حالات الضرب بالمرافق فعشان أجي أشتغل عليها بدي أضرب بالمرافق المرافق لإلها نفس المقدار عكس الإشارة بين الحدين طالما ضربت المقام لازم تضرب مين البسط الآن ناتج الضرب أنا البسط فيش أضربه نزله هاي على الأول تربيع بدك تضرب هاي في هاي الأول تربيع دائما ناقص الثاني تربيع وهاي دي الأكس هسا لما انت ضربتها بالمرافق بالله ننتبه كثير طلاب بضرب بالمرافق بقولك نسيت كيف أكمل معرفت شو أكمل انت ضربت بالمرافق عشان توصل لمتطابقة مشهورة فالواحد ناقص كوساين تربيع هي عبارة عن ساين تربيع فهاي بدك تشيلها وشو تحط مكانها اللي هي ساين تربيع وبتروح توزع البسط على المقام وزع البسط على المقام هاي واتو ساو الان تعالي عم واحد على ساين تربيع هي كوسيكنت هاي أخذناها الحصة الماضية لما يجيني كوساين على ساين تربيع بتحكي كوساين على ساين واحدة كوتان واحد على الساين كوسيكنت عرفت ليش كنت أحكي لك لازم تكون دارس الحصة الماضية بعد ما أنا خلصت ووصلت لهون ببساطة بدي أوجد الناتج الكوسيكنت تربيع سالب كوتان الكوتان في الكوسيكنت هي سالب كوسيكنت زائد الآن بعد ما أنا كتبتها زي هيك زائد سي بهذا الشكل أنا كاملتها هسا الواحد ناقص كوساين فيه لها طريقة ثانية بس مش كلهم بس هاي رح نجيها كمان شوي بس خلينا نشوف سؤال رقم 13 سؤال رقم 13 بنفس الطريقة بنفس الأسلوب أنا زي هيك بقدر شحلها طيب الحال بلجأ للضرب بالمرافق المرافق نفس المقدار عكس الإشارة ضربت فيه في المقام بدك تضرب فيه بالبسط وليش ضربت؟ عشان أوصل لمتطابقة مشهورة واحد مضروف فيهاي بضلت زي ما هي هي ساين الإكس على ناتج الضرب الحد الأول تربيع ناقص الحد الثاني تربيع وهي ساين تربيع الإكس دي الإكس الآن أنا بعد ما ضربت بالمرافق ليش ضربت بالمرافق؟ عشان أوصل لمتطابقة مشهورة فهاي عبارة عن متطابقة مشهورة إيش هي؟ كوساين تربيع الإكس فرح نيجي نكتبها الآن واحد زائد ساين الإكس وزع البسط على المقام على كوساين تربيع الإكس على كوساين تربيع الإكس وتساوي واحد على الكوساين تربيع هي سيكن تربيع ساين على كوساين واحدة هي تان هي تان الإكس واحد على الكوساين سيكنت بهذا الشكل أصبحت جاهزة السيكنت تكامل تان هي تان التان في السيكنت سيكنت زائد سي بهذا الشكل أنا كاملتها وطلعتها واشتغلت عليها إذن هاي كانت فكرة الضرب بالمرافق لكن بدي أرجع مع ليش للسؤال 12 أنا حال له عندك ضرب بالمرافق في طريقة أخرى وبيدي لازم تكون عارفها لازم تكون عارفها شو هي الطريقة الأخرى أنا هذا تحديدا إذا بيجيني واحد ناقص كوساين بإمكاني أشتغل عليها متطابقات بالله تنتبه معي إحنا منعرف إنه عندك إنت كوساين تربيع الأكس هي عبارة عن نص في واحد ناقص أو زائد كوساين إلى 2 أكس هاي إحنا إيش اللي منعرفها هس من هون لو تضرب برد تبادل فاثنين كوساين تربيع الأكس تساوي واحد زائد كوساين إلى 2 أكس فإذا بيجيني واحد زائد كوساين إلى 2 أكس أو الثانية خلينا نشوف الثانية أنا بعرف إنه ساين تربيع الأكس هي عبارة عن نص في واحد ناقص كوساين إلى 2 أكس هاي لما تيجي تضرب برد تبادلي فهي 2 أكس ساين تربيع الأكس وتساوي واحد ناقص كوساين إلى 2 أكس الآن إذا بيجيني واحد ناقص أو واحد زائد كوساين بإمكاني أخلص منها عن طريق المتطابقات كيف أليست هاي نفسها هاي أو هاي نفسها هاي أو الله نفسها لكن الاختلاف بالزاوية أنت هون الزاوية عندك 2 أنا هون الزاوية عندي كم؟ واحد فبالتالي بإمكاني أقسم الزاوية على 2 أقسم الزاوية على 2 فبتصير عندك 2 ساين تربيع الأكس على 2 تساوي واحد ناقص كوساين الأكس فبقدر أشيل الواحد ناقص كوساين وحط مكانها هاي نفس الإشي إذا أجدني زائد فأنا بإمكاني أقسم الزاوية على 2 الزاوية على 2 بغض النظر أنت هاي هون نصف الزاوية هون رح تكون نصف الزاوية يعني واحد ناقص كوساين هي 2 ساين نصف الزاوية هاي بقدر أكتوبها 2 كوساين تربيع الأكس على 2 تساوي واحد زائد كوساين الأكس هاي فإذا جاني واحد زائد بإمكاني أشيله وأحط هاي فبالنسبة لهذا السؤال الآن إذا أنا بدي أجد أتعامل معها بقدر أشيل الواحد ناقص كوساين الأكس شو أحط مكانها رح أحط مكانها لاحظ بدي أخلي الجواب عشان أفرجيك أن الجواب بيطلع شكله مختلف فأنا مكان هاي بقدر أشيلها هاي دي الأكس مكان الواحد ناقص كوساين واحد ناقص كوساين بقدر أحط 2 في ساين تربيع الأكس على 2 وتساوي تكامل هاي نصف خليها النص هايها الساين تربيعي بترفعها للأعلى بتصير كوسيكنت تربيع الأكس على 2 دي الأكس وتساوي النص بينزل الكوسيكنت تربيع سالب سالب كوتان نفس الزاوية اقسم على معامل أكس فواحد على نصف 2 زائد س رح يطلع معاك الشكل سالب كوتان الأكس على 2 زائد س لاحظ أنه الشكل هاد مختلف عن هاد هذا طلع شكل وهذا شكل آخر هسه ممكن باستخدام المتطابقات والنسب أنك توصلهم لبعض وممكن لا ممكن ولازم تعرف الطريقتين طيب ليش؟ لأنه في سؤال الضعدائرة ممكن ما تلاقي هاد تلاقي هاد فعشان هيك لازم تعرف الطريقتين مع العلم إنهم هم في الأسئلة الضعدائرة صاروا يتجنبوا هاي الشغلة بس ما منعرف ممكن تجيك هاي ممكن تجيك هاي لو جابها فلازم تعرف الطريقتين إذا ما لقيت هاد تحل هذا الحل فهون لازم نعرفها طيب ليش؟ أستاذي أنا ما بقدر أوصلهم هلأ في أسئلة ما بتقدر توصلهم في أسئلة لا والله إذا استخدمت المتطابقات والنسب إنك تقدر توصلهم لبعض السبب اختلاف سي إذا ما استطعت إنك توصلهم لبعض فالسبب رح يكون اختلاف قيمة سي قيمة سي هون غير قيمة سي اللي بتكون معك هون لكن بشكل عب ممكن إنهم يوصلوا ممكن جب لك سؤال من حل بالطريقتين وإنك تستطيع إنك توصلهم إلى إيش إلى بعض يعني هذا أنا ممكن والله أجد عامل معها أرجع الكتان هي سالب كسين على سين ناقص الكسيكنت هي واحد على إيش على السين أوحد مقامات واستخدم المتطابقات وشوف بتوصل لهاي ولا لا فهذا اللي كنت بدي أنبهك عليه طال عمرك تعالي نشوف الآن مجموعة من الأسئلة هيك المختلفة ونشوف هذا السؤال بدي التكامل من صفر للبي على 16 كسين تربيع لاثنين اكس ناقص أربعة سين تربيع لأكس في كسين تربيع لأكس بيجي طالب يقول لي أنا بدي أستخدم متطابقات السين تربيع لكسين تربيع طيب كارثة إذا بدي أستخدمها هاي لكن إذا بتلاحظ هذا سؤال الكتاب إنه أنا عندي سين مضروب في كسين الزوايا متشابهة الزوايا ما لها متشابهة فأنا على طول بعرف إنه وهي أخذناها الحصة الماضية وهي كمان سؤال نطبق عليها هي عبارة عن اثنين ساين الاكس في كسين الاكس لما يكون عندي ساين مضروب في الكسين زوايا متشابهة بإمكاني أستخدم متطابق الضعف الزاوي طيب هاي نفس هاي اللي هون ربع الطرفين باختصار أنا هون فيه تربيع تربيع وهاي أربعة فإنت لو تيجي تربع الطرفين رح يصير معاك إنه ساين تربيع لاثنين اكس تساوي أربعة في ساين تربيع الاكس في كسين تربيع من الاكس هاي هاي نفس هاي أو ممكن هاي نفسها أرجع أكتبها بما إنه هاي تربيع تربيع وهون أربعة فبقدر أكتبها ثنين ساين الاكس كسين الاكس لكل تربيع وبقدر أشيل هاي كلها وشو أحط مكانها ساين الاثنين اكس هيك كل هيك نفس الإشي لأن بناءًا عليه بناءًا عليه أنا الآن بقدر أشيلها وشو أحط هاي من صفر للباي على ستاش كسين تربيع الاثنين اكس ناقص مكان هاي كلها ساين تربيع الاثنين اكس دي الاكس الآن الكسين تربيع ناقص ساين تربيع هاي متطابق ضعف الزاوية هي عبارة عن كسين أربعة اكس ضعف الزاوية أربعة اكس احنا بنعرف كسين الاثنين اكس هي كسين تربيع ناقص ساين تربيع بس دايماً الزاوية إذا كانت اثنين اثنين فهم بدأت تضروا في ايش في اثنين وهي ضعف الزاوية وتساوي تكامل الكسين هي ساين أربعة اكس اقسم على أربعة حدود التكامل من صفر للباي على ستاش وتساوي هاي الربع بفتح أقواس خليت الربع بره فهاي ساين أربعة في باي على ستاش ناقص ساين أربعة في صفر وتساوي الربع تركه أربع مع الباي على ستاش باي على أربعة فساين الخمسة واربعين واحد على جذر الإثنين ساين الصفر صفر والجواب واحد على أربع جذر مين الإثنين وهذا سؤال برضو من أسئلة الكتاب يارب إنك تكون فهمته وإذا عندك أي مشكلة بإمكانك ترجع تعيد الفيديو كمان أسئلة من أكلها هاي أسئلة الكتاب بده هذا التكامل أول شي في عندي بالمقام حد واحد ما عندي مشاكل بقدر أستخدم النسب لكن فوق عندي قوس مرفوع لأس وهذا القوس تربيع طيب الحل الحل عشان تيجي تعامل معاه بدك تفكي التربيع هسن تمام خيرين ممكن تفكي التربيع بعدين تخلص من المقام ممكن لا تدمجهم في أس واحد تخلص من المقام بعدين هتفكي التربيع لك حرية الاختيار أنا عندك فكي التربيع بعدين خالص من المقام هاي من صفر للبي على أربع فكي التربيع على الأول تربيع زائد اثنين في الأول في الثاني زائد الثاني تربيع ساين تربيع ال-X وزع البسط على المقام هي كساين تربيع ال-X على كساين تربيع ال-X على كساين تربيع ال-X وتساو من صفر للباي على أربع واحد على الكساين تربيع سيكن تربيع ال-X زاد الاثنين هايها ساين على كساين تربيع ساين على كساين واحدة تان واحد على الكساين سيكنت هسا ساين تربيع على كساين تربيع هاي كلها هي عبارة عن تان تربيع بس التان تربيع أنا ما بستطيع إني أكامله فبستخدمله المتطابقة هي سيكن تربيع ال-X ناقص واحد هسا من هون إذن ساين تربيع على كساين تربيع تان مكان التان شلتها وحطيت متطابقتها دي ال-X هسا بإمكاني أجمع سيكن تربيع مع سيكن تربيع فبتتصير عندك اثنين سيكن تربيع ال-X زائد اثنين تاني ال-X في سيكنت ال-X ناقص واحد دي ال-X كامل وتساوي هاي اثنين تاني ال-X زائد اثنين التان في السيكنت سيكنت ناقص X وحدود التكامل من صفر للبيع على أربع وتساوي تعويض العلوي ناقص تعويض مين السوفي اثنين تاني ال-X واربعين واحد زائد اثنين سيكنت الخمس واربعين السيكنت مقلوب مين الكساين كساين الخمس واربعين واحد على جذر الاثنين فمقلوبه جذر الاثنين ناقص باية على أربع تعويض الصفر تاني الصفر صفر في اثنين صفر زائد السيكنت للصفر مقلوب الكساين كساين الصفر واحد مقلوبه واحد في اثنين اثنين ناقص صفر والجواب رح يصفي معك اثنين مع الناقص اثنين بدها تروح بتصفي اثنين جذر الاثنين ناقص باية على أربع هيك انتو طلعت جوابه هسه ممكن برجع بحكي الطالب ما يبلش بفك التربيع لا من هون يدمجهم في هي باية على أربع يدمجهم كلهم في التربيع فبتصير واحد زائد ساين على ايش على كساين حطيت التربيع للكل هسه بعديها هاي من صفر للبي على أربع هاي التربيع دي الأكس وزع البص على المقام واحد على الكساين سيكنت الساين على الكساين تان وهيك صار انت سؤال أخدت زي الحصة الماضية بس ما كان محدود لقلت لك أجع خمس علامات في الوزارة بتفك التربيع وبتكمله زي سؤال اللي أخدناه الحصة الماضية أظن كان سؤال رقم خمسة أو ستة كان سؤال رقم خمسة أو ستة فأظن خمسة طيب خلينا نشوف الآن متطابقات مجموع وفرق زاويتين احنا شفنا إذا أجاني ساين مضروف في ساين أو كساين في كساين أو ساين في كساين بس الزوايا متشابهة الزوايا عفوا مختلفة نستخدم متطابقات التحويل طيب افرض أجت في وضعية القسمة زي هذا السؤال أكتب عليه مهم كيف بدنا نجي نتعامل معه أنا عندي الآن كساين في السيكنت هدولة مش عيلة وحدة طبعا كيف بدأ أشتغل عليها أنا بعرف الكساين هيو السيكنت واحد على الكساين لكن مشكلتي إنه هدولة مش ضرب صاروا قسمة كساين تقسيم كساين زوايا مختلفة هل بقدر أختصرهم لا لأنه الزوايا مالها مختلفة طيب شو الحل هذا أجه زيه على فكرة بست علامات في الوزارة بس كان فيه زيه في الكتاب الآن هذا حاليا مش موجود في الكتاب أنا بعطيك من باب الاحتياط الآن عشان نجي نشتغل عليها اللي فيه إشي قريب منه لهدول بالعكس رح نشوفه لكن هاي عشان نجي نشتغل عليها كيف ده تعامل محة ببساطة بد يخطر على بالنا وهي مش بالسهول لو ما كانت مرة عليك إنه الثلاثة اكس أنا بقدر أكتبها ثنين اكس زائد اكس أليس الثلاثة اكس هي ثنين اكس زائد اكس نعم وبدك تفكها الآن على متطابقتها هسا فيه إنا متطابقات جمع أو طرح زاويتين ساين زائد أو ناقص اكس زائد أو ناقص واي والكوساين والتال هدول مروا معنا بالفصل الأول وهي كمان مرة بمروا معنا بالفصل الثاني أنا عشان أجي أشتغل عليها كوساين جمع زاويتين فهي كوساين ثلاث اثنين اكس في كوساين الاكس عكس الإشارة الناقص بصير زائد والزائد بده سير ناقص فهي بده تصير ناقص ساين الاثنين اكس في ساين الاكس على الكوساين بس وزع البسط على المقام وزعت البسط على المقام الآن من هون الكوساين مع الكوساين بدها تروح بده يصفي عنا كوساين الاثنين اكس ناقص هسا هون ما في اشي يروح طيب الحل لاحظ انه عشان أجي اختصرها لانه بيجي طالب بقول لك هاي ساين الاثنين اكس فتان طب هيك في ضرب انا ما بقدر اكامل ساين الاثنين اكس هي عبارة عن اثنين ساين الاكس في كوساين الاكس مكان هاي بقدر احطها هاي اثنين ساين الاكس في كوساين الاكس ولا تنسى في عندك ساين ثان ساين مع الساين بمكنك اكتبها تربيع على كوساين الاكس دي الاكس الكوساين مع الكسين بتروح كسين الاثنين اكس ناقص اثنين هسا سين تربيع ال اكس انا ما بقدر اكملها طيب ولا لسه بدها تجهيز متطابقة النص الكسين هاي جاهزة خليها تنزل ناقص اثنين متطابقة النص نص في واحد ناقص كسين الاثنين اكس الاثنين مع النص بتروح وزع السالب بتصير كسين الاثنين اكس ناقص واحد زائد كسين لاني وزعت السالب هسا كسين الاثنين اكس وكسين الاثنين اكس بينجمعوا مع بعض هاي وهاي نفس الاشي اثنين كسين الاثنين اكس ناقص واحد دي الاثنين اكس وتساوي اثنين الكوساين ساين الاثنين اكس واقسم على اثنين ناقص اكس زائد سي بهذا الشكل بتكون انت كاملتها ولولة متطابقة اللي استخدمناها ما كنا سطعنا انه ايش انكملها هذا السؤال لو ما كان مرة عليك ترى مش بالسهولة الطالب يخطر على باله نشوف السؤال اللي بعده السؤال موجود برضو من اسئلة الكتاب بيحكي لك اثبت بطريقتين مختلفتين انه هذا التكامل ناقص هذا التكامل شو بدي يساوي صفر هسا عندي طريقتين للحال هو اصلا طالب بطريقتين خلينا نشوف واحدة واحد طريقة الاولى بدي اخذ هذا التكامل لحال احسبه بدي اخذ هذا التكامل لحال احسبه اطلع جواب الاول اطلع جواب الثاني اطرحم من بعض واشوفه بيطلع صفر ولا لا هذا عشان اجأ كامله هي التكامل من صفر للبي على اربع تمام كوسين مضروف في كوسين زوايا مختلفة فبدك متطابقت التحويل نص كوسين طرح الزاويتين اكس ناقص ثلاثة اكس سالب اثنين اكس زائد كوسين جمع الزاويتين اكس وثلاثة اكس اربعة اكس دي الاكس طبعا احنا منعرف انه الكوسين بيبلع السالب فهي راح تصير نص في كوسين بتصير ساين الاثنين اكس اقسم على اثنين زائد ساين الاربعة اكس اقسم على اربعة حدود التكامل من صفر للبي على اربعة وتساوي هاي النص اتركها نص في ساين اثنين في الخمسة واربعين تسعين اثنين في الباي على اربعة هي باي على اثنين زائد ربع في ساين الاربعة في الباي على اربعة هي باي ناقص تعويض الصفر ساين الصفر صفر ساين الصفر صفر فهي صفر وتساو النص هي نص ساين التسعين واحد الزائد الآن هاي ساين الباي صفر ناقص صفر والجواب كم ربع إذن جواب الأول كم طلع هو ربع هاي الأول طلع جوابه ربع ناقص الثاني بنفس الطريقة بنفس الأسلوب هاي تكامل من صفر للباي على أربع لاحظ الآن ساين في ساين زوايا مختلفة بدك متطابقة التحويل نص كوساين طرح الزاويتين X ناقص ثلاثة X سالب اثنين X بس حكينا الكوساين بيبلع السالب ناقص ناقص نفس المتطابقة بس في الكوساين بتكون زائد في الساين بتكون ناقص كوساين جمع الزاويتين هاي أربع X دي الـ X وتساوي النص هيها الكوساين ما رح يطلع نفس التكامل 2X على 2 ناقص 1 على 4 في ساين الأربع X حدود التكامل من صفر للباي على أربع وتساوي النص بينزل نص هيها ساين 2 في الخمسة واربعين تسعين ساين التسعين واحد الربع حيه أربع في الباي على أربع باي ساين الباي سفر ناقص ناقص تعويض الصفر ساين الصفر صفر ساين الصفر صفر والجواب هدولا أصفار نص في النص ربع فبرجع بكتب هون ربع ربع ناقص ربع بالفعل كم صفر هاي الطريقة الأولى وهاي اللي بتخطر على بال الطالب مباشرة هاي الطريقة الأولى وهاي اللي بتخطر على بال الطالب مباشرة لكن الطريقة الأسهل بالله يتنتبه معاي إنه يا عمي إحنا بنعرف إنه التكامل بيتوزع في الجمع والطرح أنا بعرف إنه التكامل بيتوزع في الجمع والطرح طيب إذا هو موزع بقدر أرجحهم في تكامل واحد نعم أنا بقدر أرجحهم في تكامل واحد أنا بقدر أرجحهم طلع إخواني إحنا بنعرف إنه التكامل بيتوزع في الجمع والطرح قاعدة أخذناها إنه التكامل من A إلى B Fx زائد أو ناقص اللي هو Gx فهاي كنا نحكي إنها تساوي تكامل من A إلى B Fx Dx زائد ناقص تكامل من A إلى B Gx Dx هسا إذا كانوا موزعات بقدر أرجحهم للأصل نعم بس بشرط لازم تكون نفس حدود التكامل ونفس الترتيب لازم تكون نفس حدود التكامل ونفس الترتيب فأنا عندي هون هدول تكامل موزع نفس الحدود من صفر للبيع على أربع من صفر للبيع على أربع ونفس الترتيب صفر ببيع على أربع صفر ببيع على أربع فبقدر أدمجهم في تكامل واحد هاي بدأت سير كوسين الـx في كوسين الثلاثة x ناقص سين الـx في سين الثلاثة x دي الـx طيب شو استفدت؟ لاحظ إنه هاي متطابقة بالعكس هاي متطابقة عكسية وينها؟ قبل شوية أخذناها متطابقة جمع أو طرح زاويتين طلع عليها هاي نفسها هاي كوسين كوسين ساين ساين فهي نفسها هاي نفسها المتطابقة بالعكس فلما يكون عندك كوسين كوسين أنا عشان نيجي نتعامل معها كوسين كوسين وساين ساين الكوسين ما بيحب بالاختلاط فهي كوسين إذا هي ناقص بدأتكون جمع الزاويتين طيب شو الزاويتين؟ x و 3x هاي 3x و x هاي لو تيجي تفكها تطلع معك نفسها فبقدر أكتبها من صفر للبي على أربعة كوسين الأربعة x دي الـx لنكاملها هاي عبارة عن ساين الأربعة x على أربعة حدود التكامل من صفر للبي على أربعة حي من صفر للبي على أربعة وتساوي الربع حي ساين أربعة في باي على أربعة باي ساين الصفر صفر والجواب كم رح يطلع؟ ساين البي الربع حي ساين البي صفر ناقص صفر والجواب صفر في الربع إذن بالفعل صفر بهذا الشكل الطريقة الثانية اللي أنا أثبتتها وأنا بشوف أن الطريقة الثانية أسهل بس بدأت تخطر على البال ولازم تخطر على بالك كونه هو سؤال عندك في الكتاب وهنا أعطيناك يا هاي سا بدنا نشوف سؤالين هيك إيجاد ثوابت مع الإخترانات المثلثية احنا كل ما نأخذ قاعدة رح نسير ندلج محا أسئلة إيجاد ثوابت بحكي لك إذا كان التكامل من باي على أربع كي للباي على ثلاثة كي لهذا الإخترام بساوي ما أعطيكي الجواب فاجد قيمة الثابت كي طيح أول شي بلاحظ إنه هذا جاهز بدوش تجهيز فبدأت تجري عملية التكامل مباشرة الواحد بعطيها إيكس ناقص الباي هيها الساين سالب كوساين نفس الزاوية اقسم على معامل إيكس اقسم على معامل إيكس هاي من الباي على أربع كي للباي على ثلاثة كي وهاي ما أعطيك جوابها باي في سبعة ناقص ستة جذر الاثنين هو ما أعطيني الجواب نيجي نعوض بدي عوض واحدة واحدة تعال نبدأ نعوض تعويضه العلوي هاي اللي هي باي على ثلاثة كي زاد باي على كي في كوساين كي في الباي على ثلاثة كي هاي كي في الباي على ثلاثة كي ناقص تعويض السفلي هاي باي على أربع كي زاد باي على كي في كوساين اللي هو كي في الباي على أربع كي الآن وتساوي باي سبعة ناقص ستة جذر مين الاثنين نيجي هيك مبسط هسا الكي مع الكي بتروح الكي مع الكي بتروح بتصفي عندي باي على ثلاثة كي زاد هاي باي على كي كوساين الباي على ثلاثة كوساين الباي على ثلاثة كم كوساين الباي على ثلاثة كوساين الستين نص يعني يصير هيك بدك تضرب في نص هيها ناقص بدك توزع السالب هاي وزعت السالب باي على أربع كي في باي على كي في كوساين الباي على أربع كوساين الباي على أربع كوساين الباي على أربع واحد على جذر الاثنين هاي واحد على جذر مين الاثنين وهاي كله يأتي شو بدا تساوي باي في سبعة ناقص ستة جذر مين الاثنين لان نيجي هيك نبسطها ونشوف كيف ننتعامل معها هس هدول كلهم فيهم باي على كي طلع الباي على كي عامل مشترك هاي باي على كي راح تصفي عندك انت هون واحد على ثلاث زائد نص ناقص ربع ناقص واحد على جذر الاثنين وهاي بدا تساوي باي في سبعة ناقص ستة جذر مين الاثنين لان بعد ما خلصت بدك تروح ايش هدول تجمحهم وتوحد مقاماتهم فعشان نيجي نتعامل معها هاي وهاي 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 طبعا الباي مع الباي كانك تروح هاي بدك تضربها في أربع هاي بدك تضربها في ثلاث او عفوا في ستة هاي في ستة هاي راح تضربها في ثلاث في ثلاث هاي خليها نرجع لها كمان شوي فرح تصفي عندك انت الباي على الكي تساوي أربع زائد ستة عشرة أربع زائد ستة عشرة ناقص ثلاث سبعة هاي سبعة اذن أربع زائد ستة عشرة ناقص ثلاث سبعة ناقص واحد على جذر مين الاثنين وتساوي باي سبعة ناقص ستة جذر الاثنين لان من هون وحد ايش مقامات طبعا هاي سبعة على اطناش هس عشان نوصل لنفس الشكل اللي هون لاحظ ان هون جذر الاثنين في البسط وهون في المقام فبإمكاني انا اعمل انطاق مقام بضرب في جذر الاثنين في البسط والمقام بتصير عندك باي على الكي في سبعة على اطناش ناقص جذر الاثنين على اثنين هس هاي واحد مقامات اضربها في ستة اضربها في ستة وخلي الجواب نفسه هاي هو معطيني اياه جذر الاثنين هس من هون رح يصير معك باي على كي في سبعة ناقص ستة جذر الاثنين على اطناش وتساوي باي في سبعة ناقص ستة جذر مين الاثنين لان اختصر الباي مع الباي بتروح هاي مع هاي بدها تروح بتصفي واحد فبتصفي باي على كي تساوي كم باي على اطناش كي تساوي واحد الباي راحت عفوا 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 الباي راحت ما احنا اختصرناها فهاي راح تصفي معانا اللي هي واحد على اطناش كي واحد مالنا على اطناش كي تساوي الواحد ومنه تضرب ضرب تبادل وتقسم الكي تساوي واحد على اطناش بهذا الشكل بكون اوجدت قيمة مين كي ولاحظ السؤال مش بسيط لكنه سؤال الكتاب كمان سؤال ايجاد ثوابت بحكي لنا اذا كان هذا التكامل فاجد قيمة الثابتين اي وبي بنفس الطريقة بنفس الاسلوب ذا كتكامل التسعة بتصير تسعة اكس الساين سالب كوساين الثلاثة اكس على ثلاثة حدود التكامل من الباي على تسعة للباي وبدأ تساوي اي باي زائد ب تعالني اجي نعوض هو بده قيمة الثابتين اي وبي تعالني اجي نعوض هاي تسعة باي ناقص ثلث في كوساين الثلاثة باي ناقص تسعة في تسعة في باي على تسعة يعني بتصفي باي لانه التسعة مع التسعة رح تختصر ناقص ثلث في كوساين الثلاثة مع الباي على تسعة بتصفي باي على ثلاث وتساوي وزع السالب بتصفي عندك تسعة باي ناقص ثلث كسين الثلاثة باي لأنها أكثر من 2 باي بدك تطرح احنا بنحكي 3 باي بدي أطرح 2 باي فبتصفي البي يعني هاي تكافئ البي وكسين البي سالب 1 وزع السالب بتصير سالب باي زائد ثلث كسين البي على 3 كسين البي على 3 كم كسين البي على 3 كسين الستين نص هاي وبدها تساوي 9 باي ناقص باي 8 باي بدك توحد مقامات محاية راح تضرف في 2 تضرف في 2 فبتصفي 2 زائد 1 2 زائد 1 اللي هو 3 على 6 اللي هي 8 باي زائد نص بس هو أعطاك أنه هاي جوابها هو عبارة عن A في باي زائد B بناء على الأي راح تطلع معاك معامل الباي هو الأي فالأي راح تطلع ثمانية والB راح تطلع كم؟ نص بهذا الشكل أنا طلعت قيمة A وB اللي هو طلبهم في السؤال تعالي نشوف سؤال رقم 20 و21 سؤال رقم 20 بالله ننتبع عليه بيحكي لك إذا كان F في الأكس تكامل تكامل وكان F في الباي تساوي 3 فاجد F في الصفر طيب أنا عشان يكون عندي أوجد F في الصفر بدي الاختران F الاختران F موجود بس فيه تكامل معاناته لازم أجري عملية التكامل عشان أطلع F لحالها فF الأكس اللي بدي إياه هو تكامل هاي تكامل الكوساين ساين نفس الزاوية بس لا تنسى تقسم على معامل X فواحد على نص اثنين زائد C لأول مرة أعطاني هاي المعلومة هاي شو بستفيد منها هاي الهدف منها إنك توجد قيمة C إما بيعطيك إياها بهذا الشكل أو بيعطيك إياها زوج مرتب A و B فبعوض F في الأي تساوي B F في الباي تساوي 3 هدفها توجد قيمة مين C فعشان أوجد قيمة C F في الباي تساوي 2 في ساين نص باي يعني باي على 2 زائد باي زائد C وهاي كلها شو بدا تساوي ثلاث اثنين ساين باي على 2 زائد باي واحد مقامات ثلاثة باي على 2 زائد C وتساوي ثلاث ساين الميتين وسبعين سالب 1 في 2 سالب 2 زائد C وتساوي ثلاث ونقولها للطرف الثاني فالC تساوي كم؟ خمسة هسا بعد ما انت طلعت ال-C بترجع بتعود قيمتها في الاغتران صار عندك F في ال-X تساوي هي عبارة عن 2 ساين نصف-X باي 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 زائد خمسة ساين ال-P صفر في 2 بتروح فF في الصفر تساوي خمسة بهذا الشكل اوجدت F في الصفر هاي كانت F في الصفر وهاي لأول مرة بيمر معنا بيعطينا النقطة هاي عشان نوجد C كمان سؤال هيك فيه برضو توجد C ونختم حصتنا لليوم بيحكي لك إذا كان Y تساوي تكامل ساين الباي على 2 ناقص 2XDLX وكان الY تساوي 1 عند X تساوي الباي على 4 أثبت أنه يمكن كتابة Y بالصورة طيب Y Y بس هون فيه تكامل بدك تخلص منه عشان تخلص من التكامل بدك تروح تكامل تكامل الساين سالب كو ساين نفس الزاوية باي على 2 ناقص 2X هاي لا تنسى تقسم على معامل X فهاي بدأ تكون 1 على سالب 2 زائد من C الآن عشان توجد C أعطاك إنه الY 1 عند الX تساوي باي على 4 هاي نفسها F في الباي على 4 تساوي 1 تبعت السؤال اللي قبل أو إنه بمر بالنقطة باي على 4 و 1 نفسها نفسها فباجي بعوض هاي الY تساوي نص في كو ساين الباي على 2 ناقص 2 في باي على 4 زائد C وهاي كلها شو بدأ تساوي 1 هسا هاي ما حايدة تروح باي على 2 ناقص باي على 2 صفر كو ساين الصفر 1 زائد C وتساوي 1 نقولها للطرف الثاني C تساوي 1 ناقص نص وتساوي كم؟ نص بهذا الشكل أوجدت قيمة C هسا بعد ما خلصت بدك ترجع مكان C ايش قيمتها تعال رجع مكان C قيمتها كيف بدأ رجع مكان C قيمتها ارجع حط مكان C قيمتها هاي الY تساوي نص كو ساي الباي على 2 ناقص 2X مكان C زائد مص الآن بدي ياك توصل لهذا الشكل هسا الاثنين اللي في المقام هايها موجودة هون وهون بس الكو ساين صار ساين كيف؟ احنا بنعرف انه متطابقة انه ساين ال-X هي عبارة عن كو ساين الباي على 2 ناقص X او كو ساين ال-X هي عبارة عن ساين الباي على 2 2 ناقص X هاي المتطابقات لازم تكون حفظها هاي لازم تكون حفظها في الزوايا المتتمة بهذا الشكل طب يا عمي أنا ما عنديش X أنا عندي 2X ما عندي مشلمة هي نفس الزاوية يعني أنا لما يكون عندي هون 2 معناته هون 2 هون 2 معناته هون 2 فبالتالي أنا عندي كو ساين الباي على 2 ناقص 2X بقدر أشيلها وشو أحط مكانها Y تساوي 2-2 اللي في المقام هيها 2-2 اللي في المقام هيها هيني كتبتها الواحد خليه هايو بس مكان هاي شو بدك تحط هي عبارة عن ساين الاثنين X وعملية تجمع عملية تبديلية يعني واحد زائد ساين الاثنين X على اثنين هاي قيمة Y فعليا هاي قيمة Y فعليا بهذا الشكل منكون خلصنا تكامل الاغترامات المثلثية بس راح تضل تتكرر الوحدة هاي بتراجح حالها في حالها كل ما مشينا شوي بتلاقي أنه منعتمد عليهم لازم تدرس لي حصة اليوم حصة اليوم أدسم شوي من الحصة السابقة النصيحة قبل ما تبدأ في إيش جديد اطلعني من هدولة 100% راجع الحصة الأولى وادرس الحصة الثانية مرتين ورجحها بعديها روح حل الواجب تدريب اثنين في نهاية الدوسية بإمكانك تحل واجب وضروري إجباري أخوي اسمع مني إذا بدك تكون قوي في المادة وتجيب علامة كاملة بدك تسمع الإشي اللي بحكي لك ياه كل الأسئلة اللي في نهاية الدوسية لازم تنحل فتدريب اثنين كامل بتحل لي ياه واجب بيطلع عندك أي سؤال من عيوني تواصل معاي على الواتساب ما عندي أي مشكلة بساعدك فيه بهذا الشكل بقدر أحكي لكم الله يعطيكم ألف ألف عافية ودمتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر